بين التفاؤل والحذر تتباين مشاعر اليمنيين في المحافظات والمناطق المنقسمة إدارياً بسبب الحدود العسكرية التي فرضتها ميليشيا الحوثي من جهتها ومع انطلاق مبادرات فتح الطرق وخروج موكب السلام عبر طريق البيضاء مأرب ووصولهم إلى مأرب تعالت الأصوات بضرورة فتح كل الطرقات وأن لا تقتصر على ما تحدده الميليشيا فقط أسفرت المبادرات حتى الآن عن فتح طريق البيضاء مأرب وطرق فرعية في تعز وبين الحديدة وإب ولا يزال الترقب قائماً بخصوص فتح الطرق الرئيسية بين مأرب وصنعاء عبر فرضة النهم وإب تعز عبر الحوبان وتعز الحديدة عبر حيس والجراحي وبين أبياً والبيضاء عبر عقبة ثرى مكيراس ومريس دم وغيرها من الطرق المقفلة عسكرياً بالنسبة للحديدة خرج محافظها الشرعي الدكتور حسن طاهر بمؤتمر صحفي عند منفذ حيس الجراحي المغلق من طرف الحوثيين ورمى الكرة في ملعبهم بالحديث عن الدواعي الإنسانية والأخلاقية لفتح الطريق إلا أنهم عبر وسطاء محليين ردوا على المبادرة بفتح طريق فرعي يربط جباً راس بحيس وهو أصلاً تحت نفوذهم وفتحه يعززهم اقتصادياً كونه نقطة تحصيل ضريبي وجباية لمصلحتهم وحاولوا إظهار الأمر كما لو كان تفوقاً على الشرعية بينما التحدي الأخلاقي والمسؤولية الوطنية تقتضي فتح الخط الرئيسي لأهميته الاستراتيجية كونه يربط بين المحافظتين الأكثر سكاناً على مستوى الجمهورية لا يريد الحوثيون فتح طريق الجراحي حيس لأسباب يدركها الجميع أبرزها أنه وسواه من المنافذ والمناطق التي سيطروا عليها إبان انسحاب القوات المشتركة بات منطقة عسكرية موبوءة بالألغام والخنادق والأنفاق وسيكون من الصعب عليهم التخلي عما يعتبرونه مكسباً استراتيجياً وفتحه يعني جملة من الإجراءات منها إزالة الألغام أو تسليم خرائطها فضلاً عن التخلي عن بنيتهم العسكرية الممتدة أفقياً من الجراحي شرقاً إلى ميناء الحيمة غرباً